اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من المجري مع نجم من النجوم هو لعب في التحدي سكن دائما لعب فترة طويلة ازاي ما قلتلكه لكن في عالم التدريب هو حاجة تانية خالص كابتن الطارق ازايك؟ سعيدة كابتن مصطفى ده انا متواجد معك ده احنا بسدانا لقناك ربنا اخليك عاوزين نديلك لو جزء بسيط من اللي انت عملته سواء كنت لعب ربنا اخلي في سيد البلد او مع المنتخب العسكري او في التدريب في المرحلة دي معظم الاجيال اللي موجودة دلوقتي ما تعرفش ان كابتن طارق العشري لعب في سيد البلد او بدأ مشواره انت جاي من كفر دوار وروحت تسيد البلد انت بدأت كورة ازاي وكان سنك كم سنة ولعبت في الشارع ولا كنت بدأت ازاي لعبت في الشارع لعبت لان الشارع هو الاساس كان الاساس بتاعنا وانت عارف زمان كانت شارع كتير وكانت واسعة اه عشبي عربيات وكنا بنعمل بطولات بين الشارع وبين عبت فانا عندك فرقة بقى اه كان فرقة اليوم الشارع بتوعي في كفر الدوار وبعدين انتقلنا لنادي غزل كفر الدوار اه وكان متولي الله يرحمه الحجيشيته الحجيشيته ده كان من اقطاب نادل تحسكنديرش طبعا طبعا وهو شركة الغزل اتعاقدت معاه لقطاع الناشئي وانا روحت حوالي 14 سنة احema لا قبل 14 سنة انت كنت بتلعب في اللعب التي هي كرة السفينج ولا كرة السشراب كرة السشراب كرة السشراب قد بي حد من اللعبة اللي هما لعبوا في اندية واليوم اسم كانوا بلعبوا معك وانت صغير كده كنت هو بتزوتوا مع بعض كده في ال في كفر الدوار في كفر الدوار اللا لأن انا اصلاً روحت النادي لتحت기를 صدفة طبو انت في نادي كفر الدوار مفيش لعبة كانت موجودة معك ولا ملعبتش في كفر الدوار خاصة؟ لا لعبت في كفر الدوار لعبت في كفر الدوار كم سنة؟ لعبت فرقة 15 سنة 16 سنة ورعت الاتحاد 17 سنة هل ما قابلتش مثلا الكابتل حسن شحاتك ولا أحمد ناجي قابلت أحمد أحمد ناجي أحمد قابلته أحمد لأن أحمد كان بيجي عندنا في دورة كانت مشهورة في كفر الدوار دورة رمضانية لأنه كان برضو بولي أنا لعبت بفرق أيه بالضبط وكان هو بيجي في رمضان بيجي مع أهله وكان بيحضر الدورة به فطبعا قابلته كتير جدا وكنت الفطرة دي أنا كنت في الاتحاد بس كنت في النشئة في الفطرة دي الفطرة أنا روحت الاتحاد وأنا سنة 17 سنة يعني في التامنينيات لأن أنا لعبت الفريق الأول موسم 83-40-80 وإنت في كفر الدوار مني اللي أول واحد شافك تقولت لي حج شتة لما قالك هتلعب في الاتحاد السكندرية لا هو ما قال لي إش هو كان بيختار اللاعبين اللي هم مميزين في الفريق ويوديهم الاتحاد مين المدرب اللي كان معاك وإنت في كفر الدوار وهو كان الكابتن اسمه ميم حبيب ميم حبيب آه ولكن الله يعني الله يرحم الله يرحمه يا حسين لما هنبضل يكون معنا لكن أنا روحت الاتحاد في الاختبارات في الاختبارات العادية آه الاختبارات العادية والاختبارات روحتها كان مع زميل لي زميل هو اللي راح يختبر آه انت كنت راح معه بالصدفة آه فهو قال لي تعالى يعني راح اختبر في الاتحاد فتعالى شوفني آه فروحت معاه عد في المدرق كان اللي ماسك الاختبارات كابتن علي كنان الله يرحمه الله يرحمه كابتن محمد جابر اللي الشهر الشهير بالصرصار طبعا كان لعيب جامد آه آه الاتنين دول طبعا كانوا بسكين فرقة آه 17 سنة آه فبعد ما خلصوا الاختبارات خالص خدت اللبس بتاع زميلة وقلت له أنا اعاوز آآ أخدت اللبس الباست وكان الكابتن علي كنانا يأنهى الاختبارات رح بعد ما اللعب بعد كل επه الاكتبارات خدت حتى بال اللبس بتاعه كله وبعد الاختبارات بتاعته بكل، بكل آه في نفس اليوم في نفس اليوم آه فروحت الكابتن علي وكان هو ماشي فقولته أنا اعاوز اختبر قال لأنا خلصت الاختبارات خلاص آه وبعدين لقيته بيعني أعطاني دهر وبعدين برجعلي تانية اه. فبيقول لي انت بتلعب ايه. اه. قلت له انا بلعب مسك. فهو كابتن عالي بتعارب كالليبرو. اه طبعا. في المركز. لا لو كالليبرو. اه. فرح بصيسلي من فوق اللي تحت جالي يعني بتعرف تلعب. بتعرف تلعب ديت احنا يعني كلغة المدربين والملعبين. اه. يعني انا لفت نظر. اه. وهو بعد كده اعترف لي انه هو كان بيدور على المكان ده. كان ناقص. ده خلاب نادية تحت 17 سنة. 17 سنة. اه. فهو لم اقل لي ا Esta办 تلعب قلت'T له لجرابني من الاختبار العادي اللي هي في منطقة السنترهاف دي. فقال لي تعرف تجيب انت مقيد. قلت له انا مقيد في نادي غازل الكاف الدوار. تعرف تجيب اوراق. قلت له عارف اجيبي الاوراق. وفعلا من سايتها جبت الورقة الاستغناء من نادي غازل الكاف الدوار. وبقيت في نادي الاتحاد السكندرية. وانت رايح النادي للاتحاد سكندرية ساعات كده فيه خوف او رهبة من المكان نفسه انت كان عندك سيخة انك حتوق كان عندك سيخة كبيرة جدا لان من ساعة ما انا اخترني كابتن علي على فكرة كابتن علي لعب فترة من فترات في نص الملعب هو طبعا كان بالنسبة انه نموسك لانه في المكان ده وهو اخترني بناء على انه هو في المكان ده بيجيد نظرته لواحد في المكان ده وبعدين لما انا رحت من ساعة ما حطيت رجلي وهو كان باين انه هو حطت ليه رؤية كمان يعني مخطط لك يعني اه يعني وحطيني في الفريق الاساسي من ساعة ما رحت ومن ساعتها ومن ساعتها ابتدى يعني مسير الطاري العشري 17 سنة تعرف كان عندنا فرقتين 17 و19 كان فيه 21 وكان فيه 21 وانت عارف الرؤية بالنسبة كان زمان ان قطاعات الناشئين بتتبنى من 17 سنة تغزي بيها هما دول هايغزوا الفريق الاول بالضبط فكان عندنا خمس لاعبين من فريق 17 سنة متنشن عليهم انه دول هايصعدوا الفريق وانت كنت واحد منهم وانا كنت واحد منهم وفعلا يعني لما جيه مسك الكابتن ابوازا الله يرحمه برده الله يرحمه انا انا امر كده ما اعطيش مشكلة كابتن فقد مورسي ربنا يديله الصحة ربنا يديله الصحة الاتنين دول تبنوا كان زمان عندنا فريق الامل ايوه اللي هو بين الناشئين وبين الفريق اوله نيكسج بين الناشئين اه خطاع الناشئين عشان يعملوا فريق تاني اذا كان عاملوا كابتن جهري عندنا في النزل وبعدين بيختار اللاعبين اللي هم من فريل الامل ده الفريل الامل ده كان ماسكه لو تفتكر ربينا برضو مش عارف ده كابتن جابر الخواجد اه طبعا طبعا اه كابتن جابر الخواجد هو اللي كان ماسك فريل الامل ده فبيباني من فريل الامل الاحتياجاته للفريل الاول اي نقص في الفريل الاول هم دول اللي حيكملوا اللي النقص ده وانت عارف احنا يعني انا طلعت لحقت الكابتن بوب والكابتن عدد البابلي كابتن جارم كابتن وحيد حسن كل دول لحقتهم كابتن طلعت يوسف كل دول لحقتهم بس طبعا في الآخر كابتن موحي كابتن موحي كان بطر كابتن موحي كان بطر كابتن محمد عمر يعني محمد عمر كان بعده دول كمان كمين يقول كيبر نصر نصر إبراهيم والعمراوي صح